وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدا من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 549 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قربة 130 طن ونصف طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 31 طن أما في مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 99 طن وتم ضبط 722 قضية في مجالي قضايا المخابز من بينها 174 قضية خفز نقص الوزن و104 قضايا خفز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فتم ضبط 21 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 242 طن